أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات التشكيل الجديد لمجلس إداراتها برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقد الذي سيتولى مهام منصبه بدلا من المستشار وليد حمزة الذي كان قد عين في شهر يونيو الماضي رئيسا للهيئة استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لشين إبراهيم وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها يأتي بعد صدور القرار الجمهوري بتعين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس وشيرة أن التشكيل الجديد يضم كل من المستشارين محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف بدلا من ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة بدلا من مراد فكري نائب رئيس مجلس الدولة وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة بدلا من عبد السلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وهاني جدل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بدلا من الدكتور محمد أبو ظيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية هذا وأوضحت الهيئة أن الدستور وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات قد حدد تشكيل مجلس إدارة الهيئة بأن يتضمن عشر من المستشارين ينتدبون ندباً كلياً من الجهات والهيئات القضائية بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقد ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية وذكرت الهيئة أن الدستور والقانون ينصان على أن يختار المستشارون المنتدبون للعمل بالهيئة الوطنية للانتخابات بمعرفة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية على أن يكون ندبهم بصورة كلية ولدورة واحدة فقط مدتها ست سنوات على أن يترأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقد